مشاهدين تتركوا الحروب أثاراً عميقة على النفس البشرية وتوتراً بشكل كبير على الأفراد والأسر حيث يواجهوا الأشخاص الذين يعيشون في مناطق الحروب أو يتعرضون للتهجير أو النزوح تحديات نفسية وصحية مما يؤثر على حياتهم اليومية وعلاقاتهم لتفاصيل أكثر حول الموضوع تنضم إلينا الاستشارية الاجتماعية نورا مصطفى صباح نورو أهلا بك سعد صباحك بداية يمكن لازم نشرح كيف تؤثر الحرب على الأفراد نفسياً وعلى المجموعات وعلى المجتمعات طيب هلأ بالحرب عادة مرتبطة بشي اسمه صدمة الحرب وهي صدمة نفسية ناتجة عن الانخراط في أي فعل عسكري سواء كنت أنت الضحية أو الجاني عشان كمان الناس اللي بيمارسوا هذا الإجرام تجاه ناس آخرين هم كمان بتعرضوا لأعراض نفسية شديدة نتيجة ممارسة هذا العنف فصدمة الحرب عادة بتكون بتشمل صدمة جمعية صدمة على المستوى الجمعي إذا بنحكي على مستوى المجتمع وصدمة على المستوى الفردي على المستوى الفردي في عنا الاضطراب ما بعد الصدمة اللي هو بيجي معه هو عبارة عن بكج من الأعراض النفسية اللي ممكن تتضمن مثلاً أعراض سايكوسوماتيك أو نفس جسدية أمراض جسدية متعددة غير معروفة السبب ألام في أماكن مختلفة من الجسم غير معروفة السبب بالإضافة للإكتئاب والقلق كإضطرابات رئيسية إذا نحكي على المستوى الجمعي الحروب بتفسخ الشعوب أو بتجمعها حسب هاي البيئة أو هذا المجتمع قديش كانت درجة ترابطه درجة تكافله طبيعة علاقاتهم مع بعض قديش في مؤسسات مجتمع مدني بتساعد هذا المجتمع على التكيف أو على التعامل مع صدمة الحرب أو بتدعمه خلال فترة الحرب ولكن هي بتعمل تأثير يعني إذا تخيلنا أنه الفرد عم بتأثر بشكل معين فالمجتمع هو انعكاس للفرد نفسه ولمنظومة الدعم الاجتماعي اللي موجودة حوالين هذا الفرد نفسه فهو بتأثر بنفس الدرجة وبنفس الطريق شناك يمكن المنادات بالعدالة هون يعني نفهم فيها أيضاً لها علاقة بالصحة النفسية يعني العدالة ضرورية حتى الشعوب ترجع تنعم بصحة نفسية هانئة وهذا الشيء يمكن كتار من الناس ما كتير بيأثروا عليه بس لا يمكن أن يتم تعافي إذا ما قاتت العدالة هذه العدالة الاجتماعية لحتى ترجع تعيد هذا التراضي صحيح هلأ هو تكافل اجتماعي أكتر إذا إحنا بنقصد بالعدالة أنه يصير فيه دعم وسابورت اجتماعي أكتر ومؤسسات تدعم وحكومات تدعم ومؤسسات دولية تقدم دعم لهذول الناس متأثرين في الحرب نعم بس إذا بنقصد فيها أنه قديش الناس بيحسوا أنه العالم عم ياخد حقهم أو قديش فيه مؤسسات بتضمن الدفاع عن حقوقهم وأنه يتم تعويضهم عن الأضرار التي تسببت بسبب الحرب فهذا فعلا بساهم بالتعافي بشكل كتير ممتاز مشاناك منشوف شعوب ما خلصت الحرب عندهم لأنه بعد ما أخذوا عدالتهم سمحيلي ولو كان مثال شخصي بس أنه مثلا أنا لبناني ما بشعر إلا الآن مع كل ما جرى من حروب متتالية لأنه لم تتم العدالة ولم نفهم ماذا جرى منحس حالنا ما تعفينا إلى الآن هون عندي سؤال لماذا يعني يعتبروا الأطفال هن من الفئات الأكثر هشاشة بالحروب يعني رغم أنه يمكن البعض بيقول أنه الأطفال هم بيحمى أهلهم أو الأهل عم بيقوموا بتأمين الأمان لأطفالهم أكيد قد ما بيقدروا خلينا نشرح أيضا لماذا هم من الفئات الهشة والمعرضة كتير لخطر أثناء الحروب هلأ هم واحدة من الفئات التي تعتبر من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع لأنه الدراسات اللي نعملت على المجتمعات بشكل عام بيانت أنه في ناس أيضا بتأثروا بشكل جديد جدا شديد عفواً مثلهم مثل الأطفال بس إذا بنا نحكي على الأطفال بشكل خاص الأطفال عادة ما عندهم القدرة وللأسف في مجتمعاتنا مش كدير مدربين على أنهم يعبروا عن مشاعرهم إذا كان في عندهم الحيز أنهم يعبروا عنه فهو ما عم بفهم إيش اللي بيصير ما عم بفهم ليش هذا بقتلنا ليش هدول هجمين علينا ليه إحنا فقدنا بيتنا ليه أبوي توفى ليه ماما مش موجودة ليه أخوي يستشهد يعني كل هاي الأشياء اللي عم بتصير حواليه هي أكبر من قدرته وقدرة منظونته النفسية والإنفعالية والجسدية حتى على أنه يستوعب إيش اللي بيصير معه هو كل إشي عم بيصير بالحرب عم بخليف قد سبب من أسباب الأمان في حياته وجود أسرته هو أهم سبب وأهم داعم وأهم أحدا موجود بحياته فإذا هو مثلا استشهد والده والدته فقد إخوته فقد أصدقائه وكمان فوق هيك كمان فوق ما فقد الناس اللي بيحبهم اللي هم مصدر الأمان بالنسبة إله فقد هو بيته يمكن اللي هو المكان اللي عنده ذكرياته وحياته كلها فيه هلأ إذا كمان هو شاف مشاهد عنف مشاهد أشلاء متقطع حواليه سمع أصوات القصف والدمار يعني هكتير نشوف مشاهد للأطفال سواء كان في لبنان أو في فلسطين أو في السودان أو في الأماكن اللي فيها حروب كيف الأطفال ما بيقدروا يناموا بسبب بس الصوت حتى لو كان من مكان بعيد كتير بعض الأطفال بيكون الموضوع مضاعف لأنه ممكن يصير عنده هو إعاقة جسدية بسبب الحرب يفقد طرف من أطرافه أو يصير عنده مشاكل معينة هاي الصدمة بتعمل تأخر ذهني تأخر عقلي بتعمل اضطرابات نفسية بتعمل تأخر حتى في النمو الجسدي وهو مش قادر يتصرف معه مش قادر يفهمه وما في دعم كافي على صعيد العالم المرأة ربما هي يعني لا تشارك بالقتال صحيح بالقتال العسكر لكنها تدفع ثمن باهد خلينا نتوقف عند أيضا يعني المرأة والحروب فيه فئات تانية أيضا هالشيء أيضا النساء أثبتت الدراسات أنهم بتأثروا نفسيا بالحروب وبإطراب صدمة الحرب ضعف ما بيتأثروا فيه لرجال المرأة عادة بتشعر أنه هي المسؤولة حتى لو زوجها موجود حتى لو أهلها موجودين حتى لو في ساكورت من جانب المجتمع اللي موجود حواليها بتظلها بتحس أنه هي الشخص الأول المعني والمسؤول عن البيت وعن ترابط الأسرة وعن سلامة كل شخص في هذه الأسرة فهي بيكون في عندها أريد شعور عالي جدا بالمسؤولية بتشعر أنه جزء من هذا الموضوع هو أنها هي فشلت في أنها تحمي هذه الأسرة وأنه هي انتركت بلا سند أنه أنا مثلا إذا استشهد زوجها أو ألدها أو حدا اللي بيقدم لها السابورت أو حتى يعني المجتمع النسائي المحيط فيها اللي ممكن يكون بيقدم لها هذا الدعم فبتحس أنه هي تركة وحيدة ما عندها الممكنات اللي ممكن تخليها قادرة على أنه هي تساهم في حماية أطفالها وحماية أسرتها اللي هي تشرب مسؤولية أستاذ نورة تحدثنا عن إذا بدك الاضطرابات النفسية الناتجة عن الحروب مثل ما ذكرت اضطراب ما بعد الصدمة حتى الصدمات الثانوية على مقدمين رعاية اللي هني بيكونوا عم بيسعفين وغيرهم عم نشوف يعني اليوم أيضا القصف يطال المسعفين يعني حتى الناس اللي عم بيقدموا المساعدة مثل ما قلت القلق والاكتئاب خلينا نتوقف شوي عند الصدمات الجماعية يعني ماذا ماذا عن شعب كامل يعني يتعرض لهذه الصدمة وما تأثيرها اجتماعيا أيضا يعني إلى جانب التأثيرات النفسية هلأ في جزء من الناس بتأثروا بطريقة أو كمجتمع يعني أجين عفوا مرة ثانية حسب قديش درجة ترابط هذا المجتمع وقديش هو شاعر بأنه فيه مؤسسات تحمي ومؤسسات تتوقف معه وأنه هو مدعوم من قبل يعني مش بالضرورة بس من قبل الحكومة والجهات الدولية كمان هو كمجتمع قدش فيه ترابط بناته هلأ كتير بختلفوا الناس من أنه فيه ناس ممكن تفتح بيوتها لللاجئين أو تسمح باستضافة ناس في بيوتها وبين ناس ممكن تكون مرأة بتجارب أو عندها مخاوف أو هي ما عندها القدرة النفسية حتى أنه هي تتعامل أنه أنا بكفيني صدمتي كمان دي أجيب ناس تانين ممكن يكونوا جزء من هذا الموضوع فبوقت الحرب بتصير بتطلع أفكار كتير عند الناس هلأ قديش المجتمع بتكاتف هذا مبني على هي كبيئة كيف مأسسة من البداية أحيانا بيصير فيه تكافل كتير بيظهر بسبب الشدة أو بسبب الحرب بس هو بتفاوت كتير من المجتمع لآخر بتلاقي أحيانا للأسف بعض المشاهد اللي بنشوفها أنه بتصير فيه ناس بتحاول تأخذ مساعدات أكتر من ناس تانية لأنه صدمة الحرب علمتها أنه فيه إشي اسمه فقد أنا ما إحنا ما بنحكم عليهم ولا بنلومهم صدمة الحرب خلته يحس أنه أنا ممكن خصوصا المرتبطة بمجاعات أو بفقدان السند الرئيسي للأسرة أنه أنا بدي أخذ أكبر قدر من هاي المساعدات فبالتالي ما عنده المساحة الذهنية أو النفسية أنه هو يفكر أنه حدا تاني لا نام بدون أكل أو هو عرضه كمان للمجاعة مثلي مثله ما فينا أبدا نحكم عليهم أو نقول هذا التصرف صحيح أو لا إحنا بالآخر ناس عم نتفرج عليهم يعني ما احترامي كما ذكرت لتجربتك الشخصية بس يعني ما بنقدر نحكم على حد هذا الموقف كان أحسن تصرف أو لا أبدا سؤال الأخير ربما أيضا عن مفاهيم كتير تكتر خلال الحرب هناك كتير من الجدل حوله بين النكران وبين المرونة يعني في ناس بتقلك أنه الشعوب اليوم تعيش نوع من النكران أثناء الحرب وهذا شيء يمكن رد تفعل كمان أيضا نحن عم نحط حالنا محل وما بنقدر نحط حالنا محل بس يمكن هي ردة فعل متوقعة لأنه نحن قوي ونحن صامدين وبين فعليا المرونة إذا بديك الحقيقية يعني ماذا تقول الدراسات خليني أقول عن هذا الموضوع كيف يمكن يعني كيف يمكن أو أي مؤشرات لحتى تقلنا نحن بهذا الميل أو بهذا الميل يعني خلينا نقول أنه عادة الصدمة ردة الفعل الأولى على الصدمات النفسية هي الإنكار وهذه ردة الفعل الطبيعية مش بس الانفعالية الجسدية أنه أنت بتصير في عندك إفراز هرمونات معينة بجسمك بتقول لك أنه لا ما فيه تقبل لهذا الخبر اللي أنت عم تسمعه ومصدوم فيه فهذا بيخلي الناس تصير عندها نكران في البداية بس اللي بيصير بعدين أنه إحنا بصير عندنا تعامل مؤجل مع الصدمة أنه إحنا بنفكر أنه لا إحنا عم بنقاوم إحنا موجودين إحنا صامدين بس الدراسات بتقول أنه فيه 22% من الناس اللي تحت الحروب عم بتعرضوا لإطرابات نفسية شديدة لما نحكي قلق شديد اكتئاب شديد أشياء مثل ثناء القطب انفصام الشخصية الناس عم بتأجل بس أنه تظهر عندها هاي الأعراض النفسية لأنه أنت كبني آدم دماغك وجسمك وانفعالاتك ما بتستوعب هذا الكم الهائل من الأشياء اللازم تتعامل معها فلحاله السيستم البشري يعني بيدفش أشياء لورا فيه ناس لما بحكوا عن تجربتهم بالحرب الأهلية في لبنان بعد مرور 30 سنة عليها يقول لك أنا لهلأ بشوفك وبيس بنتيجة صوت القصف اللي أنا كنت بسمعه بهذه الحرب نفس الإشي بحروب غزة المتتالية وبالنكبة الفلسطينية فهو اللي عم بيصير أنه أنت السيستم عم بيدفشها إذا ما تم التعامل معها بعد انتهاء الحرب بشكل صحيح رح تظلها طول العمر صدمة الحرب واحدة من الصدمات اللي الإنسان ممكن يظل عايش معها ليصير عمره 70 أو 80 سنة ما بتتعالج لحالها ما بتتشافى لحالها إذا كانت شديدة نعم لا يمل من الحديث ما حضرتك شكرا توعدين بلقاء آخر لنحكي أكثر لأنه ربما يمكن هذا هو الحديث أيضا اللي يساهم بالتعافي هو الوعي على الصحة النفسية وأيضا الصحة الاجتماعية لأنه أيضا هناك صحة اجتماعية للمجتمعات لعلاقاتهم لبناء الأسر يمكن منهملها أثناء الحرب أو منعتبر أنها مناء أولوية الأولوية يمكن للصحة الجسدية لكن تأتي بنفس الأهمية لحتى لا البناء ولا التعافي شكرا جزيلا لك الاستشارية الاجتماعية نورا مصطفى على كل هذه المعلومات